أعزائي طلبة وطالبات تلتة سنوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مع حل بنك أسئلة الوحدة التالتة هنبتدي من أسئلة المواقف السؤال الأول إنت بتدعو صديقك إن هو يزور الريف هتقوله إيه؟ الإجابة المناسبة تعال زور قريتي السؤال الثاني إنت بتدعو صديقك إن هو يزور الريف وهو موافق هو هيقول إيه؟ لقبول دعوة أو اقتراح هنقول ساتين بون دي إنها فكرة جيدة السؤال الثالث إنت بتشرح سبب كرهك للريف هتقول إيه؟ الإجابة المناسبة إن أنا هقول الحشرات في كل مكان السؤال الرابع إنت بتتكلم عن قدراتك الموسيقية أو مهاراتك الموسيقية هتقول إيه؟ هتكلم عن مهارات الموسيقية يبقى هذكر اسم إيلة موسيقية عندي فيولون يعني كامنجا يبقى هقول جوسي جوي دي فيولون أنا بعرف أعزف على الكامنجا السؤال الخامس إنت بتعرف تمارس الفروسية هتقول إيه؟ بعرف أمارس الفروسية يعني بعرف أركب حصان جوسي مونتي أشوفال السؤال السادس إنت بتحدد سبب ذهابك لحقل العنب هروح حقل العنب علشان أجمع العنب يبقى السؤال السابع إنت بتسأل صديقك عن مكان سكن الحصان هو هيقول إيه؟ الحصان بيعيش في الاستابل يبقى دان لي كوري السؤال الثامن إنت بتسأل صديقك عن مشروعاته المستقبلية خلال عطلة نهاية الأسبوع القادمة يعني هو ناوي يعمل إيه في عطلة نهاية الأسبوع اللي جاية هو هيقول لك إيه؟ هيتكلم عن حاجة هتحصل في المستقبل يعني هيتكلم في زمن المستقبل القريب يبقى هيقول لك أنا همارس التزلج السؤال التاسع أنت بتتكلم عن دورك لتجهيز أو لإعداد حفلة مبارح هتقول إيه؟ حاجة حصلت مبارح يبقى هتكلم في زمن الماضي وهتكلم عن حاجة أنا جهستها أو شاركت في إعدادها يبقى الإجابة المناسبة أنا جهست الجاتو السؤال العاشر أنت بتسأل صديقك عن رأيه في الريف هتقول له إيه؟ الإجابة المناسبة كمون تتخوف لو فيلاج؟ إيه رأيك في القارية؟ السؤال رقم حداشر أنت بتحدد لابيتات دي لابان مكان سكن الأرنب هتقول إيه؟ مكان سكن الأرنب لك لابيه السؤال رقم اتنشر أنت بتسأل صديقك عن اسم الصغير بتاع البقرة هو هيقول إيه؟ اسم الصغير بتاع البقرة السؤال رقم 13 أنت بتحدد النشاط اللي أنت بتمرسه في المزرعة ماذا تقول؟ في المزرعة ممكن نطعم البقر جودون مونجي أوفاش السؤال رقم 14 أنت بتحدد لا فيميل دي شوفال أنسى الحصان أنسى الحصان هي لا جيمو السؤال رقم 15 أنت متعود أو عندك عادة؟ دالي ألا فيغم ازهاب إلى المزرعة ماذا تقول؟ أنا متعود أن أنا أروح المزرعة دايماً يبقى هقول أن أنا بروح المزرعة كل يوم جوفي على فيغم تولي جوغ السؤال رقم 16 أنت بتسأل صديقك لا فيميل دي كاناغ عن أنسى البط يعني البطة اسمها إيه؟ البطة اسمها لا كان السؤال رقم 17 أنت بتحب الرياضات المائية لا سبور نوتيك أو لا سبور زاكواتيك الرياضات المائية اسمها سبور نوتيك أو سبور زاكواتيك من الرياضات المائية ناجي يبقى هقول جوسينا جي أنا بعرف عوم السؤال رقم 18 أنت بتسأل صديقك عما يوجد في بستان الخضروات أو الصوبة الزراعية الصوبة الزراعية بيكون فيها ليجيم خضروات السؤال رقم 19 أنت بتتكلم عن الأعمال المنزلية المفضلة لديك من الأعمال المنزلية لا كيزين الطبخ يبقى هقول جوسي فار لا كيزين السؤال رقم 20 أنت بتعرف ترسم الطبيعة ماذا تقول أنا بعشاء الرسم السؤال رقم 21 أنت بتسأل صديقك عن الأماكن أو الأجزاء اللي موجودة في الريف هو هيقول إيه من الأجزاء اللي موجودة في الريف الحقول والمرعة يبقى هيقول لك السؤال رقم 22 صديقك بيسألك أنت هتقول إيه لا نيش ده مكان سكن الكلب يبقى هقول سيلا بي تاديشيا هنشوف بقى أسئلة القواعد السؤال الأول نوات جومون أي مارون جومون اسم مفرد مؤنس يبقى هنستخدم سات جومون يعني مهرة السؤال الثاني نوات بغي بي مانج بوكو بغي بي اسم مفرد مؤنس يبقى هنستخدم سات بغي بي يعني نعجة ونصى الخروف السؤال الثالث نوات الإنيمال في دون لتابل let it be الماسم مفرد مذكر ببعني بحرف متحرك يبقى هنستخدم قبلي سات السؤال الرابع ولبش في دون نوات sonra إيه طابل إيه طابل يبقى هنستخدم سات إيه طابل يعني حزيرة مواشي السؤال الخامس فارم اسم مفرد مؤنس يبقى هنستخدم السؤال السادس ونبس دو نقاط فاكونسا لكمباني فاكونسا اسم جمع مؤنس يبقى هنحط مكان النقاط صفة جمع مؤنس يبقى بون ونخلي بالنا ان قبل الصفة الجمع بنستخدم دو مش دي السؤال رقم سبعة جوغا ماس لغيزا نقاط فيني فيني اسمه مفرد مؤنس يبقى هنستخدم قبليه آلا السؤال الثامن نوسكيون نقاط مونتاني مونتاني اسمه مفرد مؤنس يبقى هنستخدم قبليه آلا السؤال التاسع جو جو بيان نقاط فيولون الآلات الموسيقية بعد بتكون مسبوقة بحرف الجر دو فيولون اسمه مفرد مذكر يبقى هنستخدم دو السؤال العاشر جو نجو بان نقاط جيتار جيتار من الآلات الموسيقية وهو اسمه مفرد مؤنس يبقى هنستخدم قبليه دو لا الجملة منفية لكن حرف الجر دو مش بيتأثر بالنفي زي أدوات التجزئة السؤال رقم 11 جو بخفق جو نقاط شك شك يعني شطرنج وهو من الأنشطة الزهنية الأنشطة الزهنية والرياضات بعد فيغ بجو بيكونوا مسبوئين بحرف الجر آ وإشك اسم جمع يبقى هنستخدم قبليه أو السؤال رقم 12 هنحط مكان النقاط ضمير يحل محل ميزامي ميزامي بعد فيغ بيغاندر فيزيت يعني يزور بتكون مسبوئة بحرف الجر آ يعني اسم عاقل جمع مسبوء بحرف الجر آ يبقى هنستبدله بالضمير لغ السؤال رقم 13 هنحط مكان النقاط ضمير مفعول يحل محل ميزامي وده اسم جمع هيكون بعد فيغ بيسويت مسبوء بحرف الجر آ يبقى هنستبدله بالضمير لغ السؤال رقم 14 فوتوغرافي فوتوغرافي اسم مفرد مؤنس يبقى هنستخدم قبليه دولار السؤال رقم 15 قبل شوفال بنستخدم حرف الجر آ لأنه يعتبر من وسائل المواصلات المكشوفة السؤال رقم 16 عندي فعل متصرف في الجملة يبقى الفعل التاني هيكون في المصدر فعل زو ضميرين لو هو في المصدر لازم برضو أغير الضمير على حسب الفاعل يعني الضمير سو هيتغير لفو السؤال رقم 17 لوس كات سي نوات باسيون عايزين نحط مكان النوات صفة ملكية قبل كلمة باسيون وده اسمه مفرد مؤنس يبقى هنستخدم قبليه ما السؤال رقم 18 علي اموا نوات جويدو لاميوزيك علي اموا يعني نو نحن فيغ بصفوغ متصرف معنو سافو السؤال رقم 19 لك ناغ نوات دون لاباسكوغ لك ناغ ده جمع غائب يعني إيل فيغ بفيف غي متصرف مع إيل فيف السؤال رقم 20 كي نوات ناجي دون لولاك بعد كلمة الاستفهام كي الفعل بيكون متصرف في المفرد الغائب فيغ بصفوغ مع إيل وقال سي السؤال رقم 21 ما فامي نوات فاغ بو كودو سبوغ ما فامي بنتعامل معها معاملة المفرد الغائب يعني إيل فيغ بصفوغ متصرف مع إيل سي السؤال رقم 22 نو دوفو النوات أوي توق ديو ماتا عندي في الجملة فعل متصرف يبقى لازم الفعل التاني يكون في المصدر فيغ بسولو في فعل زو ضميرين يبقى لازم أغير الضمير على حسب الفاعل يبقى هقول نولو في السؤال رقم 23 لوي كان دبخوشا دانيال نوات ديباتو لوي كان دبخوشا يعني عطلة نهاية الإسبوع القادمة من الكلمات الدل على المستقبل يبقى هنختار فيغ بفاغ متصرف في زمن المستقبل القريب يبقى السؤال رقم 24 دماء ما فامي نواتا لكمباني دماء يعني غدا ودي كلمة بتدل على المستقبل يعني هاختار فيغ ببختيغ متصرف في زمن المستقبل القريب ما فامي ده اسم يعتبر مفرد يبقى السؤال رقم 25 يعني أمس من الكلمات الدل على زمن الماضي يعني هحط مكان النوات فيغ بقليه متصرف في زمن الماضي المركب الفاعل هو مونة وده اسمه مفرد مؤنس وفيغ بقليه بيجي مع المساعد يعني اسم المفعول هيجي معه تبعية المفرد المؤنس يبقى السؤال رقم 26 من الكلمات الدلة على الماضي الفاعل هو إيل جمع مذكر يبقى اسم المفعول هيكون فيه تبعية الجمع المذكر يبقى السؤال رقم 27 هنحط مكان النوات اسم المفعول ليه فيه ده اسم جمع مؤنس لكن نخلي بالنا أننا عندي المساعد أفواغ مع المساعد أفواغ اسم المفعول ما بيكونش فيه تبعية يبقى السؤال رقم 28 عندي اسم المفعول من يعني المفروض نحط مكان النوات فعل مساعد بيجي بنستخدم معاه المساعد أفواغ يبقى السؤال رقم 29 عندي اسم المفعول من المفروض أحط مكان النوات فعل مساعد بيجي بنستخدم معاه المساعد أفواغ يبقى السؤال رقم 30 سمدي درنيه نو نوات أورجانيزة ينفات هنحط مكان النوات فعل مساعد بيجي بنستخدم معاه المساعد أفواغ يبقى السؤال رقم 31 أفواغ يعني أول أمس من الكلمات الدلة على زمن الماضي يعني هنحط مكان النوات فيغ بيباسي متصرف في زمن الماضي المراكب وفيغ بيباسي ممكن نستخدم معاه المساعد أتخ وممكن نستخدم معاه المساعد أفواغ لو جاي بعديه مفعول به مباشر هيكون معناه يقضي وهنستخدم معاه المساعد أفواغ ولو جاي بعديه حرف جار يبقى معناه يمر وهنستخدم معاه المساعد أتخ هو هنا معناه يقضي لأن جاي بعديه مفعول به مباشر يبقى هنستخدم معاه المساعد أفواغ يبقى أباسي السؤال رقم 32 يعني هنستخدم معاه المساعد أتخ يبقى اللي ناقص هنا المساعد والضمير يبقى سي السؤال رقم 33 هنا جاي بعديه مفعول به مباشر وطبعا زي ما احنا ملاحظين ما فيش فيه تبعية المفرد المؤنس رغم أن الفاعل هو ما سيغ يبقى معناه كده أن الفعل مش زوداميرين في الجملة اللي قابليها اسم المفعول جاي مع تبعية المفرد المؤنس يبقى هنا الفعل زوداميرين هي بتعمل الفعل لنفسها يعني هي بتتفسح مع الكلب لكن في الجملة دي هي بتفسح الكلب يبقى هنستخدم فيغ بأفواغ السؤال رقم 34 هنحط مكان النقط اسم مفعول هيكون فيه تبعية المفرد المؤنس علشان المساعد هو أتغ يبقى ميزي السؤال رقم 35 جاي بعديه حرف الجرشي يبقى هو معناه يمر يبقى هنستخدم معاه المساعد أتغ يبقى إيه السؤال رقم 36 هنحط مكان النقط اسم مفعول المساعد هو أتغ والفاعل جمع مذكر يبقى اسم المفعول هيكون فيه تبعية الجمع المذكر يبقى السؤال رقم 37 هنحط مكان النقط فعل مساعد السؤال رقم 38 هنحط مكان النقط كلمة من كلمات النفي عندي في السؤال كلمة encore يعني مازالة يبقى في الإجابة هنستخدم السؤال رقم 39 عندي كلمة توجوغ يبقى هننفي بجامي السؤال رقم 40 عندي كلمة الاستفهام كو يعني متى يبقى هننفي بكلمة جامي أبدا السؤال رقم 41 عندي كلمة الاستفهام كي يعني من ودي بتسأل عن عاقل يبقى لما نفي هنفي باستخدام لا أحد السؤال رقم 42 عندي كلمة الاستفهام كي يعني مازالة ودي بتسأل عن غير عاقل يبقى هننفي بغيان السؤال رقم 43 النفي هنا هيكون نفي كلي يعني هنحط الفعل بس انت عاوز شاي أنا مش عاوز شاي السؤال رقم 44 هنا بقى النفي هيكون لكلمة ت لأنها نقصة من الإجابة يبقى هنستخدم غياء أنا مش عاوز شيء السؤال رقم 45 المفروض ان احنا هنا هنستخدم كلمة غياء علشان الجملة مفيش فيها مفعول به أنا ما أكلتش شيء أنا جعان جدا أنا ما أكلتش حاجة السؤال رقم 46 كي يتبصون نقاط نتبصون من الغيب ما فيش حد غيب كلمة الاستفهام كي بننفيها بكلمة بخصون السؤال رقم 47 كلمة سوفون يعني غالبا بننفيها بجامي أبدا السؤال رقم 48 نقاط اكتيفيته وفات اكتيفيته اسم جمعي مؤنس يبقى هنستخدم كال السؤال رقم 49 نقاط صون لباختي ده اسم جمعي مؤنس يبقى هنستخدم كال السؤال رقم 50 نقاط بليزيغ دو توفوغا لكمباني بليزيغ اسم مفرد مذكر يبقى هنستخدم كال كال بليزيغ يعني يا لها من سعادة السؤال رقم 51 نقاط يونيفا بازا لكمباني بارسيكو جي بير دي زانيمو عايزين نحط مكان النقاط كلمة استفهام وده سؤال الإجابة عليه بدأ بكلمة بارسيكو يعني لأن يبقى هنستخدم كلمة الاستفهام بوخ كو لماذا السؤال رقم 52 يبقى السؤال بكلمة السؤال رقم 53 اسم غير عاقل يبقى هنسأل بكو يعني ماذا تكون السؤال رقم 54 عندي في الإجابة كلمة وده اسم عاقل يبقى في السؤال بسأل بكلمة لكن هنستخدم دو قبل كي يبقى هنقول دو كي دو كي يعني لمن الحصان يكون لمن السؤال رقم 55 tu ne va pas a la ferme نقط je vais toujours a la ferme السؤال من في والإجابة بنفي النفي يبقى هنجاوب بسي انت مش بتروح المزرعة انا بروح المزرعة دايما الأسئلة المقالية المتوقعة في الوحدة الثالثة أهم الإيميلات الإيميل الأول salut quels sont les parties de la company ما هي أجزاء الريف السؤال الثاني quel ton il fait dans le lieu ماذا يكون الطقس في هذا المكان A+. أجزاء الريف زي الحقل أو النهر أو المزرعة يبقى هقول أي حاجة أنا ممكن أقولها إجابة السؤال الثاني الجو بيكون طبعا حلو في الريف يبقى هقول هناك الجو بيكون جميل A+. الإيميل الثاني salut أين ستقضي الأجازة السؤال الثاني qu'al activité tu yame faire أي الأنشطة تحب أن تمارس A+. الإجابة salut إجابة السؤال الأول السؤال في زمن المستقبل يبقى هجاوب برضو في زمن المستقبل هحاول تقضي إلى جو وهغير تصريف الفعل يبقى هقول جو بي باسي لفاكن سألا كومباني أنا هقضي الأجازة في الريف والأنشطة لأنا بحب أمارسها هقول جو مونتي أشوفال أنا بحب بركب حصان A+. الموضوعات بقى الموضوع الأول أنت قضيت عطلة نهاية الأسبوع الماضية في الريف احكي نخلي بالنا أن هو بيقول لويكند ديغني عطلة نهاية الأسبوع الماضية يعني عايزني أتكلم في زمن الماضي المركب ولازم طبعا نحدد الأفكار قبل ما نكتب نخلي بالنا بقى من الجمل اللي مكتوبة ونشوف هو كتب الموضوع إزاي لويكند ديغنيي في عطلة نهاية الأسبوع الماضية جو سوي زالي ألا كومباني أنا ذهبت إلى الريف جي وياجي أفك مي بارون أنا سفرت مع والدي جي پاسي دو جوغة لكومباني أنا قضيت يومين في الريف جي ايدي منونكل على الفيرم أنا ساعدت عمي في المزرعة جي ناجي دون لولاك أنا عمت في البحيرة جي غمستي لزو أنا قمعت البيض أنا ركبت الحصان جي جوي أفك مي كوزا أنا لعبت مع أولاد عمي الجمل كلها في زمن الماضي المركب الموضوع الثاني إنت أعديت حفلة غير منظمة يعني حفلة ارتقالية لعيد ميلاد والدك إصف الحفلة وكيف شاركت على بخيباراتيون في الإعداد هنتكلم بردو في زمن الماضي هو بيقول إير مبارح نوزاو أورغنزي إن فتة للمزرعة إحنا نزمنا حفلة في المنزل C'est pour l'anniversaire نوزاو أورغنزي إحنا قدمنا هدايا لبابايا آخر موضوع كيف تتنقل في الريف وفي المدينة نخلي بالنا كويس علشان نعرف تركيبة الجمل شكلها ازاي أنا بحب الحياة في الريف هناك يوجد الهواء النقي لاناتور إي بيل الطبيعة غاملة إليا ديزار بغفير بارتو يوجد أشجار خضراء في كل مكان لعبي إي كالم الحياة هادئة ألا كمباني في الريف جمو دي بلاسة فيلو أنا بتنقل بالدراج بالنسبة للمدينة إليا دي بروي يوجد ضوضاء والمرور صعب في المدينة أنا بستخدم المترو أو الأوتوبيس أتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو إن شاء الله بالتوفيق والنجاح مرسي au revoir